أحد المسلمين الغربيين سأله المذيع كيف أسلمت؟ فأجاب قائلا كنت وزوجتي في سياحة عام 1993 إلى تركيا وتهت في إحدى القرى فسألت أحد المارين هل تعرف هذا العنوان؟ فأجاب لا يوجد هنا فندق تفضل معي إلى البيت فذهبنا معه فأوصلنا إلى بيته فدخلنا غرفة والجو ظلام وجدنا خمسة أطفال وشيخين مسنين ثم قدم لنا عشاء بسيطا ومتواضعا فأكلنا ثم قال نم هنا أنت وزوجتك وأنا وأهلي سننام في الغرفة الأخرى فنمنا وفي الصباح الباكر أردت أن أقدم له الشكر فخرجت من الغرفة وإذا بي لا أجد غيرها هي كل البيت فبحثت عن الرجل فإذا به نائم تحت شجرة مع أسرته والبرد شديد فبكيت وزوجتي من هذا الموقف ثم سألت صاحب الغرفة لماذا فعلتم هذا معنا؟ هذا تصرف لم نجد مثله في حياتنا أبدا فقال لنا إن الإسلام أمرنا بذلك فقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً حينها قلت لزوجتي إذن هذا هو الإسلام وليس الإسلام الذي نسمع عنه فقلت لصاحب المنزل أو الغرفة كيف أعرف الإسلام؟ قال تأخذ ترجمة القرآن والسنة وستعرفه فذهبت واشتريت ما قال وجلست شهرين أقرأ ترجمة القرآن وبعد القراءة حدث لنا ذهول كبير من حضارة تقيم مجتمعاً مثالياً لا نظير له وحياة سعيدة ناجحة بلا مشاكل يحتاج إليها العالم هذه الأيام فأعلنت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والحمد لله أخذت على عاتقي أن أبلغ الإسلام وقد أسلم على يدي أكثر من ألف والآن أبني مركزاً إسلامياً في رومانيا وأملي أن أنشر الإسلام في العالم كله ما أسهل أن ننشر الإسلام بأخلاقنا فهو أبلغ أثراً من أي وسيلة أخرى بخلق واحد وهو إكرام الضيف كم سيكسب هذا الرجل من أجر ممن كان سبباً في إسلامهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير